السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الشهادة الاعدادية اسعد الله اوقاتكم بكل الخير في حلقة النهاردة بنحل امتحان محافظة الفيوم للعام السابق من كتاب الامتحان وكتاب الاضواء عشرين اربعة وعشرين اول سؤال في الامتحان التعبير في التعبير الوظيفي الاجباري برقية على طول شكل البرقية المرسل اليه نقط عنوانه ونقط والمرسل وعنوانه ونقط تكتبش اسماء اكتب برقية شكر وعرفان لقاضة العالم ممكن اقول المرسل اليه اكتب قاضة العالم وممكن اسيبها نقط المشاركين في قمة المناخ عشرين اتنين وعشرين برقية شكر اي عبارة شكر شكرا لكم على جهودكم في قمة المناخ خدت الدرجة كاملة وفي موضوع التعبير اختر الموضوع اللي تقدر تكتب فيه اكتر قسم الموضوع لافكار هاتم قدمة لها علاقة بالموضوع ابدأ اتكلم عن الافكار استشهد باية حديث بيت شعر اختم بنصيحة او بحكمة تاخد الدرجة كاملة ان شاء الله والسؤال اللي بعد كده في الامتحان القراءة من درس سميرة موسى وظهر نبوغها في المدرسة الاولية بالقرية وبدى يعني ظهر بدى حبها الشديد للعلم والمعرفة ورغبتها في الكشف عن الغوامض وادركت سميرة موسى ان العلم هو الهدف والرسالة والحياة تخير المراد بنبوغها ظهر نبوغها يعني النبوغ العلو النجاح النبوغ نابغة يعني متفوق تفوقها مفرد الغوامض الغامض صح غامض غميض غميض غميضة لا صح او خطأ مش عايز تصويب واحد انقرت مصر جهود سميرة موسى ولم تكرمها لا ده اعترفت وكرمتها طبعا عبارة خاطئة اتنين دعت سميرة موسى الى عقد مؤتمر دولي تحت شعار الظرة من اجل السلام عبارة صحيحة في كلية العلوم لانها كانت تريد ان تصخر علومها في الظرة لخير البشرية وليس لهدمها جيم كيف يمكن استخدام الظرة لخير البشرية وليس للهدم او طبعا عندما تستخدم لعلاج الامراض كما استخدمتها سميرة موسى لعلاج مرض السرطان او عندما تستخدم في الزراعة والصناعة وعلاج الامراض وكل ما ينفع الانسان السؤال اللي بعد كده من قصة طموح جارية الف قابلت شجر الضر الدينار الجديد المدون عليه اسم الملك العادل بمشاعر البهجة والسرور اليأس والاحباط الامتعاض الشديد ولا السخرية والالام لا احنا عرفنا ان رجم الدين هو اللي على وجهه الامتعاض الشديد والامتعاض بمعنى الغضب الشديد انما شجر الضر بدى في وجهها من السخرية وارتسم فيه من الالم السخرية والالم صح او خطأ مع تصويب خلي بالك ايه تصويب الخطأ التصويب عليه نص الدرجة اتفك الامراء الكاملية على خالع نجم الدين لا طبعا عبر خاطئة خالع مين خالع العادل هنعكس لانهم اتفقوا على خالع العادل والقبض عليه وارسال بعض الامراء الى نجم الدين يحثنه على الاسراع بدخول مصر جيم علل رغبة نجم الدين في الانتقام من الفرنج ايه السبب طبعا ليخلص البلاد من شرورهم وهو لا ينسى مآسيهم ولا ينسى انهم اخذوه رهينة في موقعة ضميات في عهد والده الكامل السؤال اللي بعد كده من الكراءة متحررة المحتوى من مكرم الاخلاق التي اوصانا بها الدين العفو التواضع التصدق فهذه الصفات اذا سادت انتشرت في المجتمع اصبح مجتمعا راقيا مترابطا لا تجد فيه كراهية ولا حسدا ولا حقدا ويتقدم المجتمع افرادا ومؤسسات فبالعفو والتواضع والتصدق تنتشر الرحمة والالفة ولن يكون بين الناس جائع ولا محروم هات من الفكرة كلمة معناها انتشرت لازم تكون طالما هات من الفكرة يبقى لازم تكون موجودة في القطعة انتشرت اهو سادت يعني انتشرت اتنين كلمة مضادها الكبر عكس الكبر اهو موجود التواضع يبقى نقول له مضاد الكبر التواضع باق صح او خطأ واحد مش عايز تصويب اهو واحد العفو ليس له علاقة لا طبعا عبارة خاطئة اتنين حث ديننا الحنيف على التصدق على الفكراء والمحتاجين ايوة طبعا جيم ماذا يحدث اذا سادت الاخلاق الكريمة في المجتمع الاجابة موجودة في القطعة هي يصبح المجتمع راقيا مترابطا لا تجد فيه كراهية ولا حسدا ولا حقد ويتقدم المجتمع افرادا ومؤسسات وتنتشر الرحمة والالفة ولن يكون بين الناس جائع ولا محروم السؤال اللي بعد كده من النصوص النص الاجباري من نص فضل العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب هات من الحديث السابق كلمة مراضفها بقية فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب يعني بقية الكواكب يبقى ناخد كلمة سائر كلمة مفردة الحوت لا دي سهل الحيتان با رغب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في طلب العلم وضح ذلك مبينا أثر العلم وأهميته في حياة الأمة كيف رغب الرسول في طلب العلم أنه جعل طلب العلم يسهل الطريق إلى الجنة وأثر العلم وأهميته في حياة الأمة أن بالعلم تتقدم الشعوب وبالعلم يحقق الإنسان لنفسه ولوطنه الرفع والتقدم جيم أكتب مما حفظت من الحديث الشريف ما يدل على المعنى الآتي إن العلماء يريثون الأنبياء خلاصا تحافظ على طول إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر دال ماذا يحدث لو استغل الإنسان علمه الاستغلال الخاطئ لو استغل الإنسان العلم استغلالا خاطئا في التخريب والتدمير يؤدي ذلك إلى هلاك الفرض وهلاك المجتمع وتخلفه السؤال اللي بعد كده من نص كن جميلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول أي هذا الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا هات من الأبيات برضو لازم تستخرج كلمة مراضفها مرض والذي نفسه بغير جمال آه أي هذا الشاكي وما بك ايه داء يعني داء مرض يبقى نكتب له داء كلمة جمعها أنفس ونفوس اللي هي أكيد نفس بس نتأكد إنه موجود والذي نفسه يبقى نكتبها زي ما هي نفسه با عما يتحدث الشاعر في الأبيات بيتكلم طبعا الذي نفسه بغير الجمال يبقى بيتكلم عن الإنسان المتشائم نصحه بايه كن جميلا يبقى نصحه بالتفاؤل والاستمتاع بجمال الحياة وعدم الخوف من زواله جيمة ما الجمال في قول الشاعر فتمتع بالصبح ما دمت فيه تمتع أسلوب ايه أسلوب أمر أسلوب أمر غرض النصحة والإرشاد دال طالب دائم الشكوى من صعوبة المواد الدراسية فبما تنصحه أنصحه بالتفاؤل والاكتهاد والاستمتاع بجمال الحياة وعدم الاكثار من الشكوى لتحقيق الهدف والاستمتاع بجمال الحياة ولتحقيق لنفسه والأسرطه السعادة والرفع السؤال اللي بعد كده من نص الكتابة تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابة فتخيرها كما تختاره والدخر في الصحب والكتب اللبابة صالح الأخوان يبغيك الطوقة ورشيد الكتب يبغيك الصوابة ألف هات من الأبيات كلمة المراد بها من كل شيء خلاصته آه والدخر في الصحب والكتب اللباب الخلاصة يبقى عندنا كلمة اللبابة كلمة مفردها صاحب عندنا يبقى الأصدقاء الأصحاب بس لازم تتأكد أنها موجودة ما تنفعش الإخوان مفردها أخ والدخر في الصحب يبقى عندنا هنا قوله مفردها صاحب كلمة الصحب با أكد الشعر على ضرورة التدقيق عند اختيار الكتب ناقش موضحا الأساس في اختيارك للكتب أي وطبعا الكتب اللينا الكتب مثل الأصدقاء منها الصادق ومنها الكاذب منها الجيد ومنها الردي ويجب أن نحصن اختيار الكتب كما نحصن اختيار الأصدقاء ويكون الاختيار بناء على اللبابة الجوهر والمضمون وليس الشكل أو الثمن جيم ما الجمال في قول الشعر فتخيارها أسلوب أمر أسلوب أمر للنصح والإرشاد ويصور الكتب بأشخاص نختارها دال أنا من بدل بالكتب الصحابة هل ترى الشعر محقا في هذا الاستخدام اللغوي احنا عارفين طبعا أن التعبير ده يؤخذ على الشاعر أنا من بدل بالكتب تعبير يؤخذ على الشاعر فهنقول له لا الشاعر لم يكن محقا في استخدام هذا التعبير لأن حرف الجر يدخل على المطروك وهو الصحاب هو ترك الصحاب وليس الكتب السؤال اللي بعد كده رابعا النحو نقرأ الكتعة كويس جدا الناس مبتدأ الناس جميعهم دي توكيد معناوي يا أبنائي أبناء دي المنادة في ضمير يبقى منادة مضاف الناس إيه؟ يحبون دي خبر جملة فعلية يحبون دي فعل مضارع ولم يصبك بناصب ولا جازم يبقى فعل مضارع مرفوع ومن الأفعال الخامسة فعل مضارع اتصلت به هو الجماعة يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخامسة هو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل يحبون من أحسن إليهم ويكرهون من أساء فكم آه خلي بالك من كامل استفهمية وكمل خبرية كام من رجل دي كامل خبرية وكلمة رجل دي مش اسم مجرور دي تمييز كام تمييز مجرور فكم من رجل محسن آه رجل دي تمييز مجرور يبقى محسن دي نعت وصفنا الرجل بأنه محسن أيه دي نعت نعت مجرور وعلامة جرة الكسرة كام من رجل محسن يقدم دي فاعل يقدم هو الخيرة يبقى دي مفعول به يبقى كلمة الخير هنعرفها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة يقدم الخيرة إلى الناس ولا ينتظر جزاء ولا شكورا والمحسنون من سعداء خلينا سعداء ممنوع من الصرف ايه اسم ممدود والمحسنون من سعداء والدنيا برضو ممنوع من الصرف برضو اسم مقصور سعداء الدنيا آه الدنيا دي مضاف إليه مضاف إليه جاية بعد الجر والمجرور ومش من أركان الجملة من سعداء الدنيا مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة هي ممنوع من الصرف بس يجرب الفتحة بشرط ألا يعرف بأل ولا يعرف بالإضافة هنا معرف بأل في ألف ولام من سعداء الدنيا والآخرة فكونوا اللي هي الأمر بتاع كان الواو اسم كان فكونوا من هؤلاء هؤلاء اسم إشارة والاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة بدل بدل مطابق وهؤلاء مجرورة يبقى ده بدل مطابق مجرور من هؤلاء المحسنين فنعمة ده الفاعل عملا ده تمييز والفاعل ضمير مستتر فنعمة عملا الإحسان يبقى الإحسان ده المخصوص بالمدح طيب أعربنا الاستخراج منادة واذكر نوعه فين المنادة يا أبنائي يبقى المنادة هنا كلمة أبناء ونوعه منادة مضاف ممنوع من الصرف وبين سبب المنع عندنا سعداء عندنا كلمة الدنيا يبقى قوله الممنوع من الصرف كلمة سعداء ودي اسم ممدود أو كلمة الدنيا ودي اسم مقصور أو اسم ينتهي بألف التأنييس المقصورة تلاتة بدلا واذكر نوعه عندنا هؤلاء المحسنين الاسم المعرف قال بعد اسم الإشارة ده بدل مطابق أو بدل كل من كل مخصوص بالمتح نعمة الفاعل الفاعل ضمير مستتر الإحسان ده المخصوص ومع نعمة وبئسة نعريبه مبتدأ مؤخر مرفعه وعلامة رفعه الضم أو خبر لمبتدأ محزوف تقديره هو برضو مرفوع وعلامة رفعه الضم جيم تخير الإجابة الصحيحة واحد أعجبني الطالب دي الفاعل أقول الطالب إيه زكاؤه مرسومة على هو تبقى مرفوعة مرسومة على السطر تبقى منصوبة على نبرة تبقى مجرورة طيب الطالب دي فاعل هنا زكاءها تبقى بدل وبدل هيكون مرفوع يبقى ناخد المرفوع زكاؤه حبذة اللي بعد حبذة أو لا حبذة دا المخصوص والمخصوص بيكون مبتدأ مؤخر مرفوع أبا بكر اسمها خمسة دي منصوبة بالألف أبو أيوة دي مرفوعة أبي دي مجرورة بالياء يبقى ناخد المرفوعة حبذة أبو بكر دال أجب بما هو مطلوب أمام كل عبارة فيما يلي فهمت الكتاب معانيه الكتاب معانيه المعاني دي جزء من الكتاب وجزء معنوي يبقى بدل اجتمال يبقى نعرفها بدل فهمت أنا الكتاب مفعول بمنصوب يبقى معانيه دي بدل وبدل منصوب وعلامة نصب الفتحة طيب الكتاب ما له الكتاب معانيه واضحة آه دي خبر جملة اسمية يبقى معاني دي مبتدأ تاني مرفوع وعلامة رفع ضم وواضحة دي الخبر خبر المبتدأ التاني والجملة الاسمية كلها جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول اتنين يا ايها الطالب اجتهد اجعل ما تحتوي خط ناكرة مقصودة هو فين المنادة هنا اي وهنا برضو ناكرة مقصودة بس هو عايز كلمة الطالب نفسها تبقى منادة ناكرة مقصودة في نفس الجملة هقول يا يحزف فقى الألف واللام اقول يا طالب ولا يا طالبا رفع هقول يا طالب وحط ضمة لان هنا عايز الضبط يا طالب اجتهد لان لو قلت طالبا هيكون ناكرة غير مقصودة يا طالب خلاص بقى كده كلمة طالب بقيت ناكرة مقصودة بقى منادة مبنى على الضم في محل نصب السؤال اللي بعد كده كلمة مساجد اجعل هذه الكلمة مجرورة بالفتحة مرة ومجرورة بالكسرة مرة اخرى بالكسرة سهلة حط فيها الف ولام او هات بعدها مضاف ليه مجرورة بالفتحة يبقى لازم تكون مجرورة اتأكد الاول انها مجرورة بشرط الا تعرف بال ولا تعرف بالاضافة يكون بعدها ناعة عادي او صليت في مساجد كثيرة اه هنا كده مجرورة بالفتحة وحط فيها الف ولام تبقى مجرورة بالكسرة صليت في المساجد الاثارية اتنين نكشف في المعجم عن كلمة صفات صفات الماضي وصفة وصفة يبقى نكشف عنها في مادة وصفة وصفات زي هبات كلمة هبة من وهبة كلمة سمة من وسمة طيب يالسهل بعد كده الخط خلي بالك برضو الفرق ما بين خط النسخ وخط الرقعة علشان نضمن درجات الخط والاملة بعد ما نكتبها نقرأها مرة تانية علشان نتأكد ان احنا كتبناها صح بتمنى لكم التوفيق في الامتحانات اترككم في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته